موسيقى قطاع السيارات بات من المحاور الرئيسية للإستراتيجية الصناعية للمغرب التي تروم تطوير اقتصاد منتج وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لسيما بعد إطلاق مخطط التسريع الصناعي في العام 2014 وكذا التدابير المتخذة في مجال التكوين كل ذلك فتح الباب للبلاد لتكون قادرة على المنافسة دوليا في القارة الإفريقية استطاع المغرب أن يصبح أول منتج للسيارات متفوقا على جنوب إفريقيا وفي أوروبا متجه ليصبح موردا رئيسيا لمصانع السيارات الأوروبية كما أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاجه السنوي من السيارات نظيره بإيطاليا بعد سنوات قليلة من جعل هذا القطاع واحدا من محركاته الاقتصادية استقطب المغرب استثمارات أجنبية مهمة فقد تمكن من إقناع المجموعتين الفرنسيتين بجو ورنو على دخ استثمارات أكبر في هذه الصناعة وإغراء مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في المجال بالاستقرار في كل من الدار البيضاء وطنجة والقنيترة حيث استفادت هذه الشركات من مزايا متعددة قدمتها لها المملكة من بينها الخدمات اللوجستية والقرب من القارة الأوروبية وكذا تواجد ميناء طنجة المتوسط إلى جنب تحفيزات أخرى ساهمت في دعم وتقوية هذا القطاع الهام كاليد العاملة والموارد البشرية المؤهلة التي يتوفر عليها فهذا القطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات استقطابا لخريجي مراكز التكوين المهني المتخصصة في البلاد في العام 2017 أنتج المغرب 345 ألف سيارة الأمر الذي أدى إلى زيادة في رقم معاملات القطاع على مستوى التصطير ووصل إلى 70 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في العام 2014 كما مكن من خلق أزيادة من 83 ألف منصب شغل ما بين عامي 2014 و2017 وتحقيق اندماج محلي متزايد بمعدل تجاوز 50% وارتفاع متوقع إلى 65% في 2019 بانتظار تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم ومعدل اندماج محلي يصل إلى 85% العام المقبل ومن خلال الاتفاقيات الموقعة مع عيدة شركات دولية في مجال صناعة السيارات يسعى المغرب لتحويل هذه الصناعة إلى قطاع مندمج يخلق 100 مليار درهم ويرفع عدد السيارات المصنعة في المملكة والموجهة للتصدير من 400 ألف إلى 800 ألف في أفق العام 2020 كما تراهن المملكة على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق العام 2025 بقدرات انتاجية تبلغ مليون عرب ترجمة نانسي قنقر